أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقول الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا نشير عجاب وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آنهتكم إن هذا نشير وراد ما سمعنا بعذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أغنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز والهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعيد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم نوط وأصحاب الأيكا أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحب عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة إلا صيحة واحدة ما لها من فوق وقالوا ربنا عجلنا قطنا قبل يوم الحساب إصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كلا له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم طالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتق ولا تشتق واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفر ليها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجة كيلان عاجيه وإن كثيرا من الخلقائن يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخره راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مهام يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضنون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء أو الأرض وما بينهما باطنا ذلك ظن الذين كفروا فغير للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان لهم العبد إنه أواب إذ ورض عليه بالعشي الصافنات الجيادة فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فاطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كوسيه جسدا ثم أناب قال ربي اغفلني وهبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصحاد هذا عطاؤنا فعل أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب قل قط برجلك هذا موتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكران أولي الألباب وخذ بيدك ضعثا فاطرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق وعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات طرف أتراب هذا ما توحدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين نشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوق حميم وغساق وآخر من شكله أسواج هذا فوج مقتح مناكم لا مرحبا بهم لا مرحبا بهم إن لهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قد تمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا لو قدم لنا هذا فزده عذابا طرفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نودهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاوت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاص أهل النار إن ذلك لحق تخاص أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم قل هو نبأ عظيم أنتم عنهم وارضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقع له ساجدين فسجد الملائكة كلهم مجمعون إلا إبنيس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبنيس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خيرا من خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعبتي إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المؤثرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعستك لأغوينهم مجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق يقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك من المجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر